أنا الآن في طائرة فوينك 737 سأقوم بتحدي الإقلاع من مطار تطوان ثانية رمل والنزول في مطار طانجة بنبطوطة على مسافة حوالي 60 كم أول شيء سأقوم بتحديده هو فلايت بلان سأقوم بتحديد المطار تطوان ثانية رمل جمتن مطار تطوان ثانية رقم الرحلة وضع أي شيء مثلا عديل واضغير إن شاءون إن شاءون الطريق الخط الجوي سأمر عبر نقطة تان مئة وشتسة نيكس بيج كما نقطة تان على بعد حوالي أبع عشرين ميل بحري وسجل رحلة لقد ظهرت في رادار رادار فلابس على الزاوية 15 الزاعة شرح أفعل مكابح اليداوية قبل ذلك يجب أن أهيئ الطيرا الأعلي أقصى سرعة سأضعها هي 250 كيلو عقدة الاتفاع سأحددها في 3000 قدم رغم أن القانون يقول أنني بطائعة كبيرة أجب أن أتفع إلى 10 كيلو متر ولكنني في أحلات تجريبية أقط سرعة السعود سأضعها في 1400 قدم في الدقيقة الآن جيد سأرفع المكابح اليداوية أزيد قليلة في السرعة أضعها هيدي على المقود أزيد ثم أزيد قليلة في السرعة أزيد السرعة لأقصى درجة يمكن أن أقوم بالطائعة أقوم بالتوقع وأن تصدق الصيلة لسوع المقود أبدا أصحب المقود لذلك أصحب الطائعة وسماء قد انطلقت من مطار سنة طاعمال الآن يمكنني تشغيل الطيعة العلي هذه مدينة ماتيل اطيفا قماتيل ارتفاع كما تشاهدون منخفض تلك كابونيكا افعل جنيهات افعل عجلات الطيعة الان تضوري واحدها باستخدام الطيعة الالي لا افعل عيلي شيء وراقبه فقط التجهيزات فقط انطفق الطيعة الالي لا اعرف لماذا انطفق الطيعة الالي اذا كانت مشكلة لا اعرف اعرف لماذا انطفق الطيعة الالي انا قد يدويا لا اعرف ماذا حصل طيعة الالي انطفق قد قمت باعادتي تشغيله يبدو الان الامر جيد لا اعرف ما كان السبب المهم ان قائد الطيعة يجيب دائنا ان يكون منتبها للتجهيزات وعندما انطفق الطيعة الالي لواحده فانه يصدر صوتا معينا المهم بعيد حوالي من مطار طنجة من نقطة مطار طنجة بحوالي سبعة عشر ميلا بحريا حيان اذكر انني اقود باستخدام محاقي طيران ثلاث الابعاد الواقع الافتراضي شبه واقعي يحاكي كل شيء الاجهزة تعمل كلها كما الواقع وحركها كما حركها في الواقع كما افعل في الواقع نسبة الشعور احس بالاتفاع احس بالسرعة حسني اني حقا في هذا المكان من ناحية اخرى جولة سياحية ان تطير فوقها بين تطيران وطنجة تطيران وطنجة 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 اصبحت قريبا فوق مدينة الطنجة سأنقص السرعة قليلا لمائتين عقدة ارفع الفلابس لا اعرف ماذا يقول لهم باللغة العربية حتى تساعدني في نقص السرعة وطنجة انزل الاتفاع 1900 قدم سرعة نزل 1300 قدم في الدقيقة هي مدينة الطنجة تظهر من بعيد انقص السرعة اكثر عموها على ما ينام سأرفع قليلا من سرعة الهبوط احس انني موجود حقا موسط الطائرة شرعة رائعة حقا تبع جهاز الراديو لاتصال بالبروج مراقبة لكنني لم استخدم اصبحت قريبا اكثر من المطائر سانزل اكثر مقص السرعة اكثر مقص السرعة اكثر مقص السرعة اكثر الطائرة تضير بلاحدها في اخر نقطة بعدها ساقف الطائرة الالي لانزل يدويا في المطائر الان ساقف الطائرة الالي انزل العجلات مقابل مقابل للمطائر اتحكم يدويا طائرة دون استخدام طائرة الالي ساقف الطائرة ساعد النزول السرعة مئة وابعون عقدة فلابس الى اقصى درجة فلابس الى اقصى درجة العجلات منزلة الادواء الادواء في المطار تقلل لون الابيض والاحمر يساعدوني في النزول اذا اذكر انني فوق طانجة الان قريب من المطار ابنبطوطة وراء المطار طبعا المحيط الاطلسي كل شيء على ما يرعم النزول في المستوى 500 400 300 200 200 100 50 40 30 20 10 10 10 30 50 40 50 50 50 50 الان قد وصلت لما بنبطط ابي طنجة اتغطى على المكابح ثم المكابح اليدوية نزلت بسلام وشكرا للمتابعة